توالت ردود الفعل المنددة بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثناء إلقاء كلمته وسط تجمع انتخابي في بنسلفينيا ومن جانبها أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن ما تعرض له ترامب من محاولة اغتيال مؤكداً أنه لا مجال للعنف السياسي في الولايات المتحدة ست دقائق فقط كانت فاصلة بين الدموقراطية والعنف السياسي الذي اندلع بوابلة من الطلاقات النارية في بنسلفينيا التي اتجهت إليها أنظار العالم بعد أن شهدت ليلة صعبة تعرض خلالها الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب لحادث إطلاق النار على المنصة أثناء إلقاء كلمته وسط حجد انتخابي ما أصفر عن إصابته وسنين آخرين بجروح ومقتلي مطلق النار وأحد الجماهير الذي كان واقفاً على منصار الطلاقات 25 ثانية إضافية من الانبطاح على الأرض كانت فارقة بين الحياة والموت وكفيلة بإنقاذ حياة ترامب واستحالة من الزعر والصرخات التي ملأت أرجاء المكان وفي اللحظات التي أعقبت إصابة ترامب أحاط أفراد من جهاز الخدمة السرية بالرئيس السابق بسرعة وشكلوا درعاً بشرياً حوله بينما صعد ضباط مسلحون بكثافة وهم يرتدون دروعاً واقية وبنادق إلى المنصة وبدأ أنهم يفحصون المنطقة وملوحاً بقبضته قبل نقله إلى المستشفى لتلقيه العلاق في إشارة إلى عزمه استكمال ترشحه استنكر ترامب الحادث المروع وأكد تعرضه للإصابة في أذنه اليمنى ما تسبب في نزيفه إلا أنه خرج على الفور من المستشفى بعد تلقيه العلاق ويسير الهجوم على ترامب تساؤلات بشأن كيفية حماية المرشح الجمهوري وما الذي تسبب في الثغرات الأمنية الواضحة في التجمع الجماهيري يأتي ذلك فيما نقلت هيئة الإزاعة البريطانية عن شخص قوله إنه حاول تنبيه الشرطة وجهاز الخدمة السرية الأمريكية دون جدوى إلى وجود قناص يتسلق سطحاً قريباً خارج محيط الأمن لما كان التجمع مكتب التحقيقات الفيدرالية أعلن عن هوية المشتبه به البالغ من العمر عشرين عاماً فيما صارع الرئيس الأمريكي جو بايدين بمحادثة ترامب هاتفياً معلناً إدانته لمحاولة الاغتيال ومن كل حدب وصوب توالت الإدانات الدولية حيث عبر عدد من المسؤولين في دول العالم عن صدمتهم واستنكارهم للحادث حالة من الصدمة في الداخل الأمريكي وترقب عالمي لما ستقول إليه الأحداث في الولايات المتحدة وخاصة أنها على أعتاب انتخابات رئاسية سترسم بالتأكيد أطر العلاقات الخارجية للدولة ذات التأثير الكبير على مستوى العالم